اشتركوا في القناة وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أذين إلا الذين عامدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأذنوا إليهم عهدهم إلى مددهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر الحروم فقتل المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم وحصرهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وعطانوا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استدارك فعجبوا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغوا مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عيد الله وعيد رسوله إلا الذين عاهدتم عيد المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذي أمة يرغونكم أفواههم وبأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرغبونك مؤمن إلا هو ولا ذي أمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا أقوى الصلاة وآدوا الزكاة فيخوانكم في الدين ونفصل الآيات قوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم طعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أعمد الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشون من فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بعيديكم ويحزيهم ويواصركم عليهم ويجف سدور قوم من مؤمنين ويلهم غيث قلوبهم ويتوم الله على من يشاء والله علم حكيم أم حسبكم أن تقرطوا ولهم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبثت أعمالهم وفي النارهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقوام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم شقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستغون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم برجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورغان وجنات لهم فيها نعيم نظيم قالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباكم وإخوانكم أولياء إن يستحبوا الكفر على الإيمان ومن يدولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آبائكم أبلاؤكم إخوانكم أزبادكم عشيراتكم عمال لقد رفتموها وعشيراتكم أمال لقد رفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادهم في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم غليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله رفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَدَسُوا فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْتِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِبْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُرْمِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَرْضِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْصُوا الْجِزَّةَ عِنْ يَدِنُوا وَهُمْ صَاغِمُونَ وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهبون قول الذين كفروا من قبل قَاتَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَقُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَّسِيحَ بَنَ مَرْيَمٌ فَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يدم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَعْنِ وَالرُّهْبَعْنَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْنَّاسِ بِالْبَاطْنِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَجِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَتْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِرْطَةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَجِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَذِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِعَذِبَاهُمْ مَجْنُوبُهُمْ مَظُهُورُونَ هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون إن عدد الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروم ذلك تدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النزيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما لواكفوا عدد ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدل قوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ونفروا في سبيل الله إذ عقلتم إلى الأرض أرضيتم من حياة الدنيا من الآخرة فما متاع حياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تقروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إن يقول لصاحبه لا تأذن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجلود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السهلا وكلمة الله هي العميا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وثقالا وجايدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لهم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاسدا لتنعوك ولكن بعدد عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلدون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أرتابت قلوبهم فهم في غيبهم يتوددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدتهم ولكن كري الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأرضوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ادغروا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارمون ومنهم من يقولوا ذلي ولا تفقني على في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبت حسنتهم تسطهم وإن تصبت مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من يقبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إلا الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسومه ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالا ولا ينفقون إلا هم كارئون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهق أنفسهم فهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغارا أو مدخلا لغلوا إليهم يجمعون ومنهم من يلمزك بصدقات فإن يعطوا منها وقو إن لم يعطوا منها إذا هم يسفقون ولو أنهم لقوا ما آتاهم الله رسول وقالوا حسن الله سيرطين الله من فضلي رسوله إنا إلى الله راضيون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على اليوم والمعلفة قلوبهم والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل فريغة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليعطوكم الله ورسوله أحق أن يعطوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له ما عردهن مخالدا فيها ذلك الحج العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نقوب ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قل كفركم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجربين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعلى الله المنافقين والمنافقات والغفار نار جهن مخالدين فيها هي حسب ولعنهم الله ولهم عذاب مطيم كالذين من قبلكم كانوا وشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضرون أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخافرون ألم يأتي النبع الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمغتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويلنعون عن المنكر ويطيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري منها تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد القفار والمنافقين واغنب عليهم ومأواهم جمنا ومئس المصرين يحرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة البثل وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم يلالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوه يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلنما آتاهم من فضله بخلوبي وتولوا هم معنون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما عدوا وبما كانوا يبنون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم وندغاهم وأن الله علاهم الغجوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرموا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا عوجا لنما شد حرا لو كانوا يفقهون فليوحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوا البني الخروج فقل لا تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قضي إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن بأول الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيران وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرب إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوقرك أحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تحيط من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستهدنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا عدعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحرفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرفوا عنهم فأعرفوا عنهم إنهم رجس ومأوىهم جنن جزاء بما كانوا يكسئون يحرفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد غفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على وسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق برما ويتربس بكم الدواء عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله رسول رحيم والسابقون الأولون من الموادين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت من أنعار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذلوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله رفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطيرهم وتزكيهم بها وصلم عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سنيع عليم ألم يعلموا أن الله هو يغبن التوبة عن عباده ويأخذ الصلقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشالد فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعون لأمر الله ما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عظيم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وغفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله رسوله من قبل وليحرفن إن أردنا إلا الحزنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد المصس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف يرنفا عربي في نار جهنم والله لا يهدل قوم الظالمين لا يزال بريانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وعوالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويغتلون واعلن عليه حقا في الثورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستمشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائمون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربان بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن نوعية وعدائيا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواهم حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له بلك السماوات والأرض يحيي وجميل وما لكم من دون الله من ولي ولا مصير لقد تاب الله على النبي والمعاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في ساعة العسرة من بعد ما كاد تسيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رأف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمع ولا نصب ولا مغنصب في سبيل الله ولا يطعون موطع يغيذ الكفع ولا ينالون من عدوهم ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجرا محسنين ولا ينفقون نفقا صغيرة ولا كبيرة ولا يغضعون واديا ولا يغضعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافا فلولا نفر من كل فرق منهم طائفة يتبقهم في الدين ولينذروا قومهم إذا وجعوا إليهم لعلهم يحذرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْغُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِرْضُهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُ التَّقِينَ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض فليراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمدتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رأف رحيم فإن تولوا فقلوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم